يمكن النقاط نفسها اللي ذكرها الدكتور سلطان لكن الآن يتحدث عن ضرورة الالتزام بكل هذه النقاشات للتوصل إلى أجندة واضحة أهداف واضحة لربما للأجندة المقبلة ويضيف هنا أنه لدينا القدرة على تحقيق هذه النقلة النوعية من خلال اتفاق جماعي جديد كنا نتحدث عن نفس الموضوع سيد بوينو معك قبل قليل وكنت تقول لي ما الذي ينقص وأشرت إلى أهمية النقاشات التي سبقت لا ربما قبل 28 أعتقد أن هذا كلام لغاية الأهمية كلام دكتور جابر لأنه فعلا نتحدث عن كما قلت لحظة تاريخية نتحدث عن ربما أول مرة في تاريخ الموثمرات المناخية حيث شهدنا قبلها مشاورات بهذه الحماس وحيث بالاستمرار خلال قبل القدمة وأكثر من ذلك فالآن هذه المفوضات لدينا ننسى درجة صعوب المفوضات لأنه إذا نظرنا إلى أولويات بعض الدول في العالم هي ممكن غير أولوياتنا نحن في الاتحاد الأوروبي لكن يجب علينا كما كان دكتور جابر الوصول إلى هذه النقطة المشتركة وهذه الفهم والمفهوم المشترك وهو طبعا أعتقد أن هناك واقع للجميع أنه حول أهمية تقليل الإنباتات الكربونية أهمية المضيق ضمن في ما يتعلق بإزالة الكربون من الاقتصادات أهمية تنوع مصادر الطاقة وخصوصا هنا في الخليج يعني أنا أعتقد أنه كل الدول الخليجية بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة لها تموحات كبيرة في هذا المجال التنوع حول مصادر الطاقة وما إلى ذلك بحلول 2030-2050 الرويات لكادة هذه الدول ونحن في الاتحاد الأوروبي نحتام بهذه الرؤيات بهذه الخطوات لأنه فعالة وأميكة وتموحة وفي نهاية المطافة أعتقد أنه نشارك نفس الحدث اللي هو أنه لا نتجاوز نصل لهذه المرحلة لبعض 1.5 لأنه الآن مرة أخرى واضح وسنشاهد كوارث في كل مكان على كل مستويات لكن سيد بوينو هذا يحتاج إلى كنا نتحدث عن ذلك يحتاج إلى اتفاقات يحتاج إلى أن نكون واضحين في هذه النقاشات اللي استمعنا إلى رئاسة كوب 28 تدعى أو تدعو لها لكن بالوقت نفسه أنت تتحدثني الآن عن رؤية في بعض الدول يمكن تخطط هذه الرؤية حتى تنتقد وبدي أتوقف معك عند هذه النقطة هل الانتقاد اليوم أو انتقاد سياسات بعض الدول اللي يمكن عندها بعض الظروف اللي لا تمكنها من الخروج لربما بقرارات سريعة أو ما عندها الإمكانيات في بعض الدول بحاجة إلى مساعدة كما ذكر الدول الغنية في ذلك كيف يمكن اليوم التوفيق ما بين من قادر على القيام بهذه التغيرات ومن يجب عليه اليوم يمكن أو يحتاج المساعدة من قبل الآخرين وهذه هي يمكن النقطة المحورية التي لا تزال محل نقاش صحيح وأعتقد أنه بعد كوب 27 في مصر صرنا وعيين حول أحمية التكيف وأيضا أحمية خسائر الإضرار أي تضايات هذه الظاهرة في الدول أكثر تضررا الدول النامية نحن في الاتحاد الأوروبيسي المثال تمكننا من إنشاء هذا الصندوق الجديد لخسائر الإضرار وقالت الرئيسة المفاوضة الأوروبية قبل أيام في هذا القب لأنه سنتمكن من تشغيل هذا الصندوق الجديد لسالح الدول النامية هذا من نحية فبالتالي من نحية أخرى نتحدث الثاني للكامة فاينانس هذا أمر مهم جدا نحن تمكننا من تقديم أكثر من 29 مليار يورو خلال السنة الماضية فقط لسالح الدول النامية عبر مشاريع مختلفات في كل نحال آلام فنحن في الاتحاد الأوروبي سيد بوينو نعم تحدثنا على الاتحاد الأوروبي لكن في دول تعهدت ولم تلتزم في دول قالت إنها ستدفع وحتى الساعة الأموال لم تصل وبالتالي عدد كبير من هذه الدول نفسها هي من تنتقد اليوم صح ونحن أتكد هنا نتحدث عن هذه العقود بنسبة ما يسمى 100 مليار يورو سنوية وهذا النقطة لغاية الأهمية كما مر لأن هناك تركيز كبير من الوفدة الأوروبي خلال هذا الموضوع نحن متفائلون بأن سنتمكن ونحصل على هذه الأهداف المشتركة لسالحة الدول النامية خلال هذا الكوب لذلك أعتقد إنه هذه المشورات التي قابلها من خلال هذه الجهود الرامية المشتركة من قبل الإمارات وبالتالي عدد الإحاد الأوروبي اللي هي بدلقة هذه الجهود على سائaye الدولي سنتمكن فعلا من تحقيق هذه التدول لأنه ما في خيار ثاني هذا هو اللي نقوله دائما لا يستعدين خيار آخر علميا أمر واضح وحتى أعتقد أنه تكنيا يعني لدينا الإمكانيات لتحقيق هذه الأهداف بطبيعة الحال يبقى هنا كمان هذه الخطوات الجريئة تحتاج إلى متابعة يمكن هذا الأمر اللي استمعنا للدكتور الجابر يؤكد عليه خلال اليوم حديثه برأيكم إلى أي مدى إشراك الشباب تحديدا هذه الفئة الأساسية والتي تشكل ركيزة مهمة اليوم في ما نعيشه واليوم النهار أيضا مخصص للشباب سيد بوينو كيف يمكن لهذه الفئة أن تقرر هي المصير الذي تريده لأن هذه الفئة هي الفئة الأهم اليوم وبالتالي اليوم يسمع إليها عدد كبير من المدارس من الجامعات موجودة اليوم في المؤتمر طبعا لإبراز رأيها وهذا الرأي البناء كما نسمي لهذه الفئة التي تبحث عن مستقبلها أكيد المستقبل الجميع في أيدي الشباب وهذه المنطقة مالية بشاهباب موهوبين ناشطين جدا في مجال المناخي كذلك في أوروبا لدينا شبكة من ما يسمى السفرات المناخي في موضوع المناخ وهم مخرجين جدا في مكافحة المناخ المجموعة من المستويات على سيد الشخصي والسيد الاجتماعي فنحن نريد ماذا؟ نريد تحالفا من الشباب من خلال هذا الكوب تحالفا كبيرا من الشباب من كل حال العالم لأنه طبعا التكنولوجيات الحلول المستدامة المبتكرة بين أيديهم بأيديهم صراحة أنا لن أشوف ذلك ممكن إن شاء الله نعم لكن هم في نهاية المطاف هم المختمين أكثر من أي شخص ثاني لكن كمان بالوقت نفسه في من يتابعنا ويقول الآن أن هذه الفئة صحيح يفتح لها المجال لكن صوتها لا تأثير له على المفاوضات التي بمجملها هي مفاوضات بين أياد القيادات ما رأيك في ذلك؟ أنا أتحدث بإسم الاتحاد الغربية طبعا بس بالنسبة للاتحاد يعني كان هناك أي مشاورات بين المفاوضين الأوروبية من نهية ومشموعة من الشباب من نهية أخرى وليس فقط في بروكسل في دول مختلفة في الاتحاد يعني الكنوات موجودة الكنوات التواصل وهذا الحوار موجودة لكن من الضرورية الآن حال الوقت لحديثة هالموضوع بشكل علني بشكل واضح أن الشباب ينبغي أن تكونوا جزء لا يتجاسب من هذه العملية عملية صناعة القرار لأنه مرة أخرى من هيكون هنا في هذا الكوكب بعد سنوات هما الشباب صحيح استمعنا إليهم سيد بوينو يقولون ونحن نتابع فعليات هذا المؤتمر أنه أنتم تبحثون عن هذا المستقبل هذا المستقبل مستقبلنا ونحن يحق لنا أن نقرر ما الذي نريده لحظت مشاركة قوية للشباب الأوروبي في هذه النسخة نعم صحيح هناك انتقاضات أيضا سارمة باتجاه المفاوضة الأوروبية ونحن نقبل هذا أمر مقبول لأنه جزء مرة أخرى لا يتجاسب من هذا العمل المشترك انتقاضات باتجاه الشركات الأوروبية ربما أيضا سمعت أنها لكن هذا أمر طبيعي نحن نريد أن نشاهد هذا النشاط باستمرار في هذه المؤتمرات وأعتقد مرة أخرى أن هذا المؤتمر نوعا ما نادرا لأن المشاورات كانت موجودة والشباب مخلطين جدا نحن نأمل بطبيعة الحال حقيقة سيد لويس ميقيل بوينو على أن تكون نتائج هذه القمة فاعلة جدا وتبحث لاحقا شكرا لمشاركتكم